قطم الدفاع في النادي الآلي في فترة التسعنات وبالتأكيد كان كلام عشان المرحلة الجاية نستفيد من أي أخطاء إزاي نتدرك الأمر المهم المتطلبات المرحلة دي تحققت اللي احنا اتقلتنا موقع تسيمبا تأهلنا لنصف النهائي نصف أولى بطولة جديدة دوافع أكيد مختلفة ولكن خلاص دخلنا بقى في غمار تصفيات ومباراة البطولة وإن شاء الله أنا واسق الآلي هيقدر يعمل مباراة جيدة مع ماموليتي سانداونز بإذن الله يوم الأحد المقبل طيب مبارتي سانداونز والأهلي زهابا وإيابا ماتش الأهلي وسانداونز لقاء العودة المفروض يوم الأربع واحد نوفمبر فيه كلام واتجاه خاصة بعد تأجيل مبارتي الوداد وإنينبا والترجي ومازينبي من اليوم للغد إن ماتش الأربع اللي جاي ما بين الأهلي وسانداونز في إياب دور النصف النهائي يطرح اللي يبقى الخميس تمام؟ فيه كلام يعني في الكواليس بتواصل دايما مع الشركة المنظمة بتواصل مع عدد من المصادر في الاتحاد الإفريقي لإن عايز أعرف في المشهد إيه في الفترة اللي جاي خاصة إن إن بارح حصل تعديل في الجدول رغم إن اللجنة المنظمة من دي وان رفضة رفض قاطع أي تعديل ولكن الزرف القهري اللي حصل إن بارح ونقدر نقول إن ماشيها ظرف قهري لإن قدر مازينبي وإدر إنينبا بزكاء شديد دون الخطف التفاصيل إن هم يجبروا المسؤولين على تأجيل مباراة اليوم للغد فالتأجيل ده أنا شايف من خلال برضو بعض المصادر هينعكس على تأجيل مباراة الآلو ساندونز بعدما تتلاعي بالأربع تتلاعي بالخميس ولكن لسه ما فيش قرار رسمي صدر ولكن في الكواليس في اتصالات للتأجيل إلى الخميس طيب خذ المفاجأة دي مني بقى لإن أنا مستني الإعلان الرسمي خلال الساعات اللي جاية يمكن بعد البرنامج تبقى رسمي على بالليل النهاردة تبقى رسمي جدول مباراة البطولة جدول مباراة البطولة معروف إن مطشي ساندونزو الأهلي في بريتوريا في بريتوريا هيبقى الساعة سبعة بتوقيت القاهرة سبعة بتوقيت القاهرة وسبعة بتوقيت جنوب إفريقيا لأننا كنا عارفين إن التوقيت الشتوي بقرى لما تتغير الساعة بدل ما كنا نبقى تمانية وهم سبعة لأن يبقى سبعة زي جنوب إفريقيا فالمفروض المطش السبعة جات لي معلومة جات لي معلومة وأنتوا عارفين إن كده لما بنطقص على بعض التفاصيل بتحصل إن المطش ممكن يتلعب الساعة أربعة على العصر المطش ممكن يتلعب الساعة أربعة على العصر فهنستنى ونتأكد المفروض النهاردة طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة هيتم تعيينه بشكل رسمي وطاقم التحكيم اللي هيدير المباراة سواء حكم ساحة حكام الفار النهاردة هيتم تعيينه بشكل رسمي من قبل لجنة حكام في الكافة وبالتالي هيتم الإختار إن المباراة معادة الساعة كذا في ملعب لوفتس طاقم التحكيم كذا ولكن من المعلومات اللي عندي وكنت بتكلم مع صديق صحفي في جنوب إفريقيا إن فريق سانداونز بي فضل إنه يلعب الساعة أربعة بحجة الحضور الجماهيري بحجة الحضور الجماهيري مطش بالليل زي مبارح صعب الحضور الجماهيري فالحضور مش هيبقى كويس ليه نلعب الساعة سبعة تمانية بالليل نلعب الساعة أربعة العصر طب إيه الفكرة في كده أصل يوم الحد ده هيبقى مش أجازة إحنا لما بنلعب في دور الأبطال بيختار السبت ويك إن ده أجازة فالجمهور بيجي لكن الحد ده بداية عمل بالليل هيبقى صعب ففيه اتصالات ومشاورات إن المطش يتلعب الساعة أربعة العصر النهارده على فكرة هيتأكد كل شيء فدلوقتي أنا ألطلقوا تفاصيل لقاء العودة بالنسبة لإستاذ القاهرة والمطش يبقى يوم إيه ولقاء الزهاب والاتجاه إنهم ما يتلعبش بالليل لا يتلعب الساعة أربعة العصر عموماً هنشوف ده خلال الساعات اللي جاء إن النهارده حسب معلوماتي إن لجنة الحكام في الكاف هتختر الشركة المسؤولة بالحكام اللي هي دير المباراة ومعها كمان الشركة هتحدد بشكل نهائي معاد المباراة مع الوضع في الاعتبار لما الكلام ده وصل لي سواء على فكرة إن الكلام لقيته يعني قريب من بعضه ما فيش كلام عكس بعضه يعني أنا لأي أحد الأصدقاء الصحفين في جنوب إفريقيا بسك جداً في علاقاته بالناس هناك فقال لي معلومة إنهم ما ممكن يلعبوا العصر كلمت حد مسؤول في الاتحال الفقي قال لي فيه اتجاه لكده من إمبارح بيطلوبوا إنهم يلعبوا العصر ولكن لما بصيت على الجدول المباراة لقيت الشركة عاملة حاجة خلتني ممكن أقول فعلاً إنه ده ممكن يتحقق خلال الساعات اللي جاية كتبين جنب معاد مباراة النصف النهائي والنهائي ستحدد لاحقاً جاري التأكيد وستتحدد لاحقاً فبالتالي مش عارف إيه اللي هيحصل في الساعات اللي جاء لكن عموماً ننتظر النهاردة أكيد كل شيء عيتحدد لأن المتش خلاص يوم الحد اللي جاي دي نقطة النقطة التانية أو النقطة الأخيرة